كتاب المقدس كتابيان والبطيئان يعني عم بيسمعوا لكن مش مستوعبين مش قادرين ياخدوا هذا الحقائق المهمة جدا اللي بتتعلق بالفداء في صلب وقيامة يسوع المسيح حتى فتح ذن لكن اليوم لما احنا منتكلم مع الناس انه منشجعهم يقرأوا الكتاب المقدس ليه بدنا نشجع الناس يقرأوا الكتاب المقدس اذا بعدين مش مختبرين عملية الفتح فتح الاذهان يعني عندي قصة حصلت في سفر اعمال الرسل الصح 8 عن وزير جاء من الحبشة وصل الى ارشاليم يسجد في العيد ورجع دون ان يستفيد شيئا من ارشاليم لان الرب كان قال وذا بيتكم يترك لكم خرابا لكن هذا الرجل الباحث المتواضع اقتنى مش كل الكتاب لكن جزء من الكتاب اللي هو سفر اشعياء اللي البعض بيسميه الانجيل الخامس وهو راجح في مركبته كان يقرأ والله من السماء اللي مكتوب عنه لان عيناي الرب تجولان في كل الارض لكي يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه كان بيقرأ والرب قال لي في لوبوسيب النهضة بتاعت السامرة وينزل الى الطريق المنحدر من ارشاليم الى غزة التي هي برية ولما اقترب من المركبة سمع الرجل يقرأ في سفر اشعياء وقال له لعلك تفهم ما انت تقرأ في الحقيقة انا معجب وبتصدم احيانا من رد الوزير لما يقول لا انا مش فاهم طب لما ما انتش فاهم طب ما تركن الكتاب وتشوف لك التسلية تانية في الحقيقة الرجل ده كان عنده يعني اخلاص وباحث واحس ان الكتاب ده فيه كنوز وجواهر هو محتاج لها لذلك فضل يقرأ لغاية لما ربنا ما سابوش بعطلو اللي يشرح له ويفهمه قصة الفداء عن طريق المسيح ابتدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع لذلك اي شخص مخلص باحث عن الحقيقة لا غنى له انه يقرأ انا مش هقول له يفهم لان دي خطوة تالية ربنا لما حيلاقي مخلص حيفهمه حيبعت له اللي فهمه لكن انا اناشد كل واحد بيسمعنا الان اقتنق كتاب اقرأ في الكتاب واذا كان عندك رغبة حقيقية مكتوب عن الله لانه اشبع نفسا مشتهية وما لقى نفسك جائعة خيرة حيدي لك الخير وحيشبع نفسك لو انت مشتهي وليك رغبة حقيقية صادقة في ان تصل الى معرفة القدوس